نكسب حاجة من اللي اخسرناها لازم نكسب ان كل مباراة لها ظروفها وكل مباراة لها وضعها وكل مباراة لها احداثها ومباراة الغد هي مباراة مع فرقة يعني اول مدير الفني بتاعها كابتن احمد كشري مدير فني جايد جدا وانتو تتذكروا لما كان موجود في النصر والتعدين كان عامل شغل هايل جدا ما بيملش اوي للحتة الدفاعية من خلال اللعب حتى يعني المعلومات اللي احنا جايبينها هو ترتيبه في الجدول تقريبا الرابع من خلال النتائج خسر مباراة واحدة بس من الشمس تقريبا اتنين صفر كسب حوالي تلت مباريات ده الترتيب على الهوى طبعا الامر انا بالنسبة لي هيبقى صعبة اوي يعني الاراية هتبقى صعبة في اللي احنا الترسانة مين الاول طيب القناة الاول اوكي طب خلينا في الترسانة خلينا في الترسانة ترسانة قولي الارقام انا يعني معلاش مزغليل عناي اه الترسانة في لعب ستة وفاس تلاتة واتعادل اتنين وخسر واحدة مظبوط كده وخسر واحدة طريقة لعب الترسانة طريقة لعب الترسانة بيلعب تلاتة اربعة تلاتة تلاتة اربعة تلاتة عنده نجوم من اه الدوري الممتاز والناس عندها خبرة منها مهم سيد حمدي مثلا هو كان نجم النادي الاهلي في فترة من الفترات وموجود معاه ساعات بيلعبه اه رقم تسعة وساعات بيلعبه على الجناب جناح ساعات لكن الطبيعي ما بيبدأش به ممكن بكرة يبدأ به ما عرفش محمود شاكر كمان عنده خبرة كبيرة جدا في الدوري الممتاز لكن ما بيلعبش بشكل اساسي بيلعب مكان واحد اسمه عماد حلمي تشكيلة كابتن احمد كشري مقونا من تلاتة اربعة تلاتة بيلعب احمد هشام بيلعب رضا صلاح بيلعب عماد حلمي بيلعب بريعه طبعا هو مش اسمه ريعه بس نسبة الى ريعه الكبير يعني هشام رجب وابراهيم منصور وطارق وطني عمر طارق ومحمد مصطفى وحمده آآ جلال حمده جلال ده لعيب كويس حمده جلال ده لعيب جيد جدا يعني بيلعب آآ رصحر بلعيب جيد ممكن محمد مصطفى ميلعبش ويلعب السيد حمدي ممكن يعني وارد جدا في القورة لكن في النهاية تبقى يعني مباراة صعبة ومباراة الكؤوس عمتا دمها تقيل مباراة الكؤوس دايما بتبقى آآ دمها تقيل يعني آآ مفاجآتها مش لطيفة لازم تستعدلها كويس قوي طبعا انت بتبقى داخل بآآ معنويات مختلفة بآهداف مختلفة بغيابات عادة بتبقى كتيرة بتبدأ يعني مباراة الكاس تاخد السخونة المطلوبة والاهتمام الاكبر ابتدأ من دور التمانية كده الناس بتبدأ بقى الصفوف بتكتمل اللعبة المتخب بتبقى موجودة بتقابل فرق عندها مكانة كبيرة في الدوري طبعا الترسانة تاريخها عظيم جدا وانا كنت بحيبهم جدا 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 والله يعني لهم مكانة في قلبي كبيرة جدا يعني من ايام زمان يعني كابتن تونسي وكابتن صبر صالح الله يرحمه ومجموعة كبيرة جدا من الناس يعني مش فيناش منهم غير كل خير الحقيقة يعني في التعامل والاحترام والادب وكل حاجة الحقيقة طيب موجهات الاهلي مع الترسانة عبر تاريخه موجهات ما بتبقاش سهلة وخلينا اقول لكم يمكن الترسانة من الفرق القليلة بعد الاهلي والزمالك يعني اه اللي خدت الدوري والكاس مرات متعددة يعني خدت الكاس مرة وكسبت الاهلي فترة من الفترات يعني بذكور كبير وكانت متفاوقة ايام زي ما قلت لكم الشازلي ومصطفى رياض ومجموعة كابتن شازلي كفاية ان هو في ماتش اعتزاله كابتن شازلي يعني عشان تعرفوا قيمة المهاجم ده فماتش اعتزاله جايب هاتريك تقريبا يعني فراجل بيعرف جيب جنوب ماتش اعتزاله فارقام بتبقى رهيبة جدا اذكركم بابطال الكاس عبر التاريخ الاول وبعد كده اقول لكم مواجهات الاهلي والترسانة ومن اللي لول افضلية عبر التاريخ برضو ابطال الكاس مصر الاهلي ستة وتلاتين مرة الزمالك ستة وعشرين مرة ودي البطولة اللي ممكن تلاقي الاهلي والزمالك قريبين من بعض شوي لانها بدأت بدري جدا الاهلي والزمالك يعني ستة وتلاتين ستة وعشرين الترسانة ست مرات زي ما اذكرت لحضراتكم متساومة على الاتحاد السكندري لكن طبعا يتفوق على الاتحاد السكندري انه هو خد دوري الاتحاد ما خدش دوري لكن عدد المرات الترسانة ست مرات الاتحاد السكندري ست مرات المقاولين تلات مرات الولمبي مرتين الاسماعيلي مرتين حرس الحدود مرتين امبي مرتين الترام مرة واحدة والقناة مرة واحدة والمصري البورسعيدي بالتأكيد مرة واحدة يبقى اتناشر نادي قدروا ان هم يفوزوا بكأس مصر خلينا اقول لكم بقى مين اللي مش موجود في الاتناشر نادي دول اللي خدوا كأس مصر الترسانة مش موجود الوليمبي مش موجود اتنين حرس الحدود دخل الحمد لله السنة دي الترام مش موجود تلاتة القناة مش موجود اربعة يبقى أربع أندية من أصل 12 فازوا بكأس مصر مش موجودين في الدور الممتاز أربعة من أصل 12 الأولمبيك ده حاجة كانت رائعة جدا يا جماعة ممتاز جدا وتاريخ كبير جدا 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 والترسانة بالتأكيد يعني خش بقى اللي بعده هتلاقي مثلا نتائج الأهل مع الترسانة في كأس مصر الأهل اللي عم مع الترسانة 19 مباراة عبر تاريخ البطولة عبر تاريخ كأس مصر فاز الأهل في 16 مباراة وتغلب مرتين وتعادلوا مباراة بس الأهل حسامها بضربات الجزاء يعني دايما ضربات الجزاء ما بتتحسبش هزيمة ولا فوز على فكرة يعني بتتحسب أكنها تعادل رغم أن أنت ممكن تفوز لكن ما بتحسبش مثلا يقول لك بتضيف للفايز أو بتنقص من المغلوب فبتتحسب كده لوحدها يعني فالأهل فاز في 16 وتعادلوا مباراة بس الأهل في التعادل ده حسامها 4-3 لصالحه والترسانة فاز مرتين هدفوا الأهلي في مرمى الترسانة في كأس مصر أحمد مكاوي خمس أهداف ومختار التيتش أربع أهداف هدف الترسانة في مرمى الأهلي في كأس مصر بدوا يعفتاح هدفين يبقى أحمد مكاوي خمسة ومختار التيتش أربعة وهدف الترسانة في الأهلي بدوا يعفتاح كابتبادوا يعفتاح بهدفين أكبر انتصارات الأهل في كأس مصر موسم 2014 أكبر انتصارات الأهل في كأس مصر مش على الترسانة بقى أنا بتكلم في العموم يعني في كأس مصر في تاريخه يعني موسم 2014-2015 الأهل فاز على الجنة 13-0 وموسم 26-27 الأهل فاز على مصر مدرسة للطيران مدرسة للطيران الاسم مظبوط كده 8-0 وموسم 50-51 الأهل فاز على السويس 7-1 وواحي وتلاتين اتنين وتلاتين موسم واحي وتلاتين اتنين وتلاتين الاهلي فاز على الاسماعيلي ستة صفر موسم واحد واربعين اتنين واربعين الاهلي فاز على بني سوف ستة اتنين موسم خمسة واربعين ستة واربعين الاهلي فاز على الاسماعيلي تاني ستة صفر الاهلي موسم تسعة واربعين خمسين فاز على الترسانة بقى ستة صفر وموسم تمانية وخمسين تسعة وخمسين فاز على الاتحاد ستة صفر وموسم 2014-2015 فاز على طهطة 6-1 وموسم 2016-2017 فاز على الألمونيوم 6-0 دي كانت نتائج الأهلي الكبيرة في الكاس لكن خليني نروح للهدفين بقى للأهلي هدفين للأهلي عبر تاريخ الكاس مين أكتر لعب أحرز للأهلي في الكاس بشكل عام في التاريخ يعني هنلاقي إن كابتن أحمد مكاوي أحرز 35 هدف في مسابقات الكاس عبر تاريخه يعني كابتن مختار التتش 21 هدف عماد متعب 19 هدف كابتن صالح سليم 17 هدف كابتن سيد عطية اللي هو توتو الشهير بتوتو بالتأكيد 16 هدف كابتن محمد الجندي 14 هدف كابتن حسين مدكور 14 هدف كابتن لبيب محمود 13 هدف فؤاد صدقي 13 هدف كابتن سيد الدزوي لإسم الشهير أكيد 12 هدف دكتور طه اسماعيل 12 هدف أحمد عبد المنعم كشري اللي هو مدرب الترسانة بكرا إن شاء الرحمن جايب 11 هدف حسين حجازي جايب 10 أهداف محمد رمضان كابتن محمد رمضان 10 أهداف كابتن الخطيب 9 أهداف كابتن وليد صلاح الدين 9 أهداف أبو تريكا 9 أهداف كابتن أيمن شوئي 8 أهداف البطولة للأهلي وبطولة الترسانة يعني الأهلي إمتى خد أول بطولة للكاس وإمتى الترسانة خد أول بطولة للكاس أول بطولة للأهلي للكاس كانت موسم 23-24 آخر بطولة للأهلي في الكاس كانت موسم 2016-2017 الفوز على المصر لو تتذكروا يعني 2-1 الترسانة أول فوز لها بالكاس كان موسم 22-23 يعني هي خدت الكاس قبل الأهلي آخر فوز للترسانة بالكاس كان موسم 85-86 طيب أرقام بقى ما بين الأهلي والترسانة في كاس مصر أرقام ما بين الفرقتين أول فوز للأهلي على الترسانة في كاس مصر كان 14 إبريل 26 بنتيجة 2-1 آخر فوز للأهلي على الترسانة في كاس مصر كان 4-2 في 28 يناير 96 يبقى إذن الأهلي من سنة 96 لحد دلوقتي يعني أنت بتتكلم في كام في كام 22 سنة مظبوط كده مظبوط 22 سنة الأهلي لم يتقابل مع الترسانة في بطولة الكاس خالص من موسم 96 تحديدا 28 يناير 96 لحد دلوقتي 22 سنة الأهلي ما لعيبش الترسانة في الكاس خالص أول فوز للترسانة على الأهلي في 2 مارس 62 نتيجة 4-0 نتيجة تقيلة أول فوز أو آخر فوز للترسانة مع الأهلي في 28 إبريل 67 بنتيجة 2-0 يبقى إذن ناخد برضو أن الأهلي أو الترسانة ما كسبش الأهلي من 51 سنة في الكاس أكبر فوز للأهلي على الترسانة في كاس مصر كان 30 إبريل سنة 50-6-0 و11 مايو 83-6-0 و11 نوفمبر سنة 27-4-0 آخر حاجة مواجهات الأهلي والترسانة عبر التاريخ مواجهات الأهلي والترسانة عبر التاريخ في الدور العام لعبوا مع بعض 90 مرة الأهلي فاز 61 والتعادل 19 مرة وهزيمة 10 مرات أهدف الأهلي 184 وهدف الترسانة 71 في كاس مصر لعبوا 19 مرة فاز الأهلي 16 وهزيمة مرتين آسف والتعادل المرة ده كان ما بينهم لازم يروحوا درباء جزاء لأنهم بلعبوا كاس فالأهلي كذبوا يعني كد الأهلي كذب 17 الأهلي ليو 44 وعليه 13 كاس السلطان حسين لعب الأهلي مع الترسانة 6 مرات فاز الأهلي 4 وتعادل 1 وخسر 1 لو 11 وعليه 4 دوري منطقة القاهرة لعبوا 55 مرة الأهلي فاز 34 وتعادل 12 وخسر 9 ولو 129 وعليه 64 أوكي المجموعات بقى اللي هي الفوز 115 وتعادل 33 وهزيمة 22 ده المحصلة يعني محصلة الأهلي وهداف الأهلي في الترسانة 368 هدف عدد كبير جدا وعليه 152 هدف دي كانت